مرحبا معكم محمد خلف في هذا الفيديو من الشات جي بي تي بدنا نحكي عن الاشيوز اللي بتواجه الشات جي بي تي الاشيو هاي اللي هي سورس كود من وين السورس كود؟ وهل هو اوبن ولا لا؟ طبعا ليش بدنا نحكي عن هاي المشكلة؟ لانه هاي المشكلة ممكن نتواجهنا لقدام انه يكون في بايس انسر اللي هي اجابات متحيزة لشغلات معينة بناء على الكود الموجود فاذا انت ما عرفت الكود الموجود عساسي يعملك generate او يستحدث لك الاجابة معناته ممكن اللي يحط الكود هاده يكون حط مش مشاعره خلينا نحكيها اللي هي اهدافه او ممكن الايديولوجي له بسموها ايديولوجياته يعني مثلا لو ديجي نكتب طبعا نشوف نشوف شو راح يكتب لنا الاجابة يعني هو المفروض انه اذا مش متحيز يعطينا الاجابة مباشرة ويعطينا السورس كود زي ما انه بطلع لنا السورس كود لكل اشي في البرمجة يطلع لنا السورس كود له اللي هو يكون open او free source شريح لك عندنا بقول لك هو language model AI language model بس حكي لك not publicly available يعني مش موجود اصلا ومعطيك انه مبني على اساس تقنية اللي هي general architecture of model based on transformal neural network وهي الترانسفورمال neural network على ما اعتقد انه جوجل اللي طلعتها بال2017 او فريق تابع لجوجل او دعميته جوجل بعدها كتب لك the specific implementation and training data used of chat GPT is not public available كمان مرد عادي لك انه مش available اليك وبحكي لك as it is a property product of open AI however open AI provide access to an API that allow developer to use chat GPT to build chatbots and other language processing application يعني لو انك بدك تستخدم open AI model ممكن تستخدم API عشان تتواصل معها زي لو انك بدك تبعط emails واتساب لكل الناس اللي بتواصلوا معك على الويب سايت بتستخدم API معينة عسا تستخدم الويب سايت طبعا هاي المشكلة ما فيه لها حل الا اذا انك تشوف هل فيه برنامج ثاني او وطولز ثاني غير شات GPT بتكون free طبعا وتكون الكود اللي انت شايفه يعني انت شايفه قدامك وبدك يكون عندك اصلا التقنية والمعرفة انك تعرف هذا الكود شو هو بسوي حتى لو فلنفرض انهم خلوا الكود open source code وخلو لك يا تشوفه وخلوه وبعدين بعض الاشياء اللي ممكن نحكي عنها في هذا السياق اللي هي جوجل جوجل طبعا كويسة هي بس دايما لما تحس حالك انك البرودكت اللي بتستخدمها free معناته انت البرودكت هنا فلازم تدير بالك وتنتبه دايما اذا اي سيرفز انت بتستخدمها فور فري معناته انت البرودكت زي شات جي بي تي بالاول كان ما في الابجريد تو بلس لانهم كانوا بدهم داتا فالبرودكت كان احنا اليوزر اللي احنا قاعدين بنستخدمه في كثرة وبنعطيه اجابات ومنحسنه لوصلنا لمرحلة يقدروا يبيعوا منه نسخة ابجريد تو بلس اللي هي هي الاولوية للناس اللي بتدفع فلوس بتدفع مصاري وبطلة الاولوية للناس العاديين او الطلاب اللي اعلى اغلب الطلاب ما رح يكون معهم اللي هم اكثر الناس بحتاجوا يستخدموا زي هي كثرة الذكاء الاصناعي واللانجوج ما طلع عندهم قدرة لا يشتروا هذا الاشي فاحنا هون لازم ندير بالنا دايما لما نستخدم برودكت جديد اذا كان البرودكت هذا ببلاش احنا البرودكت واذا كان مرات بيكون بيكون بصاري ببلاش بعدين رح تصير بمصاري رح نحكي عن مشاكل اللي قدام او او اشيوز بشات جبتي اذا عندكم انتو بالنسبة لكم اشيو معينة ممكن تكتبوها في الكومنت اذا بدك تشوف فيديوهات زي هيك ممكن تعمل لايك وسبسكرايب طبعا الفيديو القادم رح نحكي عن اشيوز او بروبلم زي كيف لما صارت الال حاسبي بكل تلفونات الطلاب بكل تلفونات العالم بطل حدا يحفظ يعرف يعمل العمليات الحسابية في مخه وصارياتهم على التلفون بس هون رح ننتبه انه ممكن تصير بطل يعني التولز هاي بتخول لك انك تجيب اسئلة وتفكر عنك يعني زي كأنه واحد قدامك عنده خبرة وعنده معرفة كبيرة وقاعد بتعطيك اجوبة فانت رح تخصص بصراحة لك تبطر تفكر فاذا استخدمناه بطريق خاطئة ممكن يسبب هاي المشكلة رح نحكي عنها في الفيديو القادم ونشوفكم